شوف شوفي عندنا هوني وصفات، شوفي عندنا ترتيبات، شوفي عندنا شكلسات، شوفي عندنا شكلسات، شو مننا ناكل؟ اجا الطلب، بسم الله، هذا الرقم لبناني يا غوالي من لبنان عايب تصلوا يا أهلا، يا أهلا، يا أهلا مدام، شول عم بحكي بناني بعرف؟ أهلا وسهلا نحنا متابعينك، نحنا بيك فولوورز لك، يا أهلا مدام وصفاتك كلها عم نطبقها بحضة كيرة، يا أهلا، اي ممتاز بدي عزبك بدي وصفت الفطاير الشواري، اي على عيني تكرم عينك حساوي لك فطاير الشواري بيزا، وحساوي لك منقوشي، يعني زعتر، وحساوي لك كمان جبنة، وحساوي لك خلطة زيتون شغل أبراتب، وحساوي لك واحدة خامسة من عندي، تمام؟ إن شاء الله بتكون عزاويك إن شاء الله، شكرا كثير لك يا أهلا، يا أهلا مدام، مع السلامة حساوي كيفكم يا غوالي؟ معكم الشيف عمر، من برنامج مأكول الهنى على تلفزيون الآن واليوم، متل ما شبتوا المدام، بضة فطاير الصواري، لأنني الفطاير الصواري شغل عمك أبراتب، يعني شغلة خرافية إن شاء الله من الأخير وعجينة هيك تكون طرية وفلفي على قوت الأجانب، وبالدوب بالتم دوبان، نحط هيك حشوات ونشكلس للأمور، حندعمها شوي بتعرفوا والصواري بيجي عليها شمية، نحنا هندعمها شوي جاهزين؟ يالله شرفوا معي ولحتى يا غوالي نعمل الصواريهات، دفينا الحليبات تقريبا جهزت غراضي أنا وشكلست أموري، أول شغلة عندي خليط جاف، خليط جاف عبارة عن كيلو طحين، لح ساولكم كيلو طحين وانتوا اسموا على مراءكم يعني بتكون نصو، اسموا نص المكونات وساولوا نص كيلو طحين خليني يجيب المعالي يا كريم، بدي حط لكيلو لطحين معلقة ملح، بس مو مقابعة نص ينص طبعا دائما وجود الملح معلو طحين بيخليه يشد ويتماسك أكتر هاد الخليط الجاف، جاهز هلأ، بنجي للخليط السائل، للخليط السائل بدنا نجيب طبعا متل عادة الكاسة السحرية طبعنا صحيك يلو طحين، قديش بيطلع؟ بيطلع عشر كاسات من الكاسة السحرية، كل كاسة تطلع مئة جرام، بس مو تطففوها وتتحشوها هيك بقلبر طحين، إذا عملتوا هيك بصير مئة وخمسين جرام، يعبوها هيك تعباي برواء يعني هلأ، بدي أشتغل بالخليط السائل، عندي هاي كاسة حليب، مئتين ميلي، وهي كاسة تانية، كمان مئتين، وكمان نصف كاسة، بس هاي نصف كاسة، لحطها عجنب، اللي هي مئة ميلي، لح شوها، خسارة بخسارة، جاعبين المصور كسر المطبخ، وقع على غراض، طح بش الدنيا، خليني نجيب السكر، هلأ، بدي حط للحليب ثلاثة معالي أكل سكر، هاي العجنة تحتوي على سكر منيح، ثلاثة معالي يعني بيطلع لهم مئة جرام وشوي، حطينا ثلاثة سكر، وبدي يزرف خميرة فورية، يعني بيطلع عشر جرامات من الخميرة الفورية، هن؟ بسم الله، وشو كمان؟ بدي بيكينج باودر، حتستغربوا تقولوا خميرة وبيكينج باودر، ايه بعمرة ما صارت، فعلا ما صارت هي كتير يعني، بس الخمير، الخميرة لحتى تختمر العجينة طبيعي، أما البيكينج باودر هو يعتبر كمحسن، يعني بنستخدمه هون كأنه نحن عم نحسن من العجين، يعني عم يطلع بطريقة أفضل، هاد عشر جرامات، بيطلعوا ما على يتأكل، يعني ما على يتأكل مليانة من الخميرة، إذا ما عم كن أنتو ظروفة، هلو ظروفة أصلية الصراحة، ما عم تفتح، هلا، يا هي ما عم تفتح، يا أنا ختيرت، وهي الخميرة، بس، البيكينج باودر، لحطه فوق الاطحين، ما لحطه بالخليط السائل، بيكينج سودا ما بيشتغلي، هي كربونات صوديوم، ما بتشتغل، تمام؟ خليني أخلط هدول دوبون كتير منيح مع بعض، يلي هنن عبارة عن حليب، خميرة، وسكر، بعد ما دوبتن مع بعض باخد بيطين حجم كبير، منيح ما انكسرت كمان كانت كملة مانا، وبفقسن فوقن، واحد، وهي اتنين، وخفق يا معلمي، أهم شي نخفق كتير منيح، منشان هذا الصفار يدوب نهائيا، وإذا بتدايق ومن اللون بتكون ياها هيك ناصعة البياض، لا تستخدموا، الصفار تستخدموا بس البياض، بس هيك أطيب، يعني بتطلع هيك شغل أبراتي بمدسمة، هلأ بيان شغلة واحدة حطة عليه هون، يلي هي، الزيت يا غوالي زيت نباتي، منجيب كمان كاسة سحرية، ومنعبيها نصة زيت، يعني قدر مئة ميلي من الزيت النباتي، بهاي الوصفة عندنا خيارات متوسعة شوي، اللي هي ممكن نستعمل زبدة، وممكن نستعمل زيت، هذا الموضوع بيرجع الكون، كمان بخلطهم، وهلأ بدي بلش انزل بالخليط السائل فوق الخليط الجاف، يلي هو طحين وملح وبيكينج باودر، نفتح هيك طريق، بسم الله، هلأ حسب قوام الطحين، منشوف، يعني نستعمل نص الكاسة الثانية من الحليب، يا لأ، ليش؟ لأنه مطحين لطحين بيختلف، هاي النقطة كتير مهمة، دائماً منخلي شي احطيات، يا منخلي كاسة طحين برا، يا منخلي نص كاسة حليب برا، أو مي أو يلي هو اللي عم نستخدمه، دائماً منخلي شي برا ما منستخدمه، منشان ما نوجع راسنا وتزيد بقى بهالعيارات، وتزيد وتزيد، وتزيد، وهلأ ببلش بإيدي، لملة من العجينة على بعضها، خليها تتشرب من السوائل، طبعاً العجينة اللي بديها عجينة طرية، ما بدي عجينة آسية، هاي النقطة كمان ضيفوها عنكم، كتير مهمة، طبعاً لح ساوي لكم، أنا لسواريهات بأسهل طريقة، يعني ما في هيك أشكال وكذا، ولا ولا تجعوا راسكن، ولا تعزبوا، ولا تعزبوا حالكن، أنا لأنه لما كنت صغيرة يا غوالي، كانت ستي الله يذكرها بالخير، تجي لعنا، فلما تجي لعنا، تجي بلنا مع معجنات، بس مو معجنات اللي بنعرفها، صفيان هوني شوي، يعني مو معجنات عادية اللي بنعرفها، أساساً أنا هديك مساويات، جي بلنا هيك سواريهات صغار، شو طيبين، وكلن نفس الحجم، وبيشبهوا بعض، لكن قلهم طريقة معينة بصيروا فيها، وبيطلعوا شغلها براتب، هلأ بلاحظ العجينة تبعي شدت، شايفين؟ ولسه فيه طحين، معناها بده نص الكاسة من الحليب، وهلأ بحركها كلها مع بعضها، وعلى عجن يا غوالي بسم الله أخ، 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 بك شتروننا عجانة بقى، لا بمزح ما أكون، يعني أنا فيني يشتري عجانة، بس بحب يا أخي يشتغل بإيدي، خصي العجين هيك بمتعة، يعني بتحس هيك قلبك فيه، صحيح الطاولة عبتزيح، والمطبخ كلها بيتحرك أنا عم بعجنة، بس نبي قسيت، طبعا العجينة لما كنت عم ساوية بقلب الزبدية، إنه قصة كمان سوائل، فاضفت لها نس كاسة حليبية، صارنا حاطين 600 ميلي حليب لكيلو من طحين، ليش؟ لأنه من طحين لطحين بيختلف، وهلأ بنزلنا هون عالطاولة، وبضل بعجنة لتنعم، تنعم، تصير كتير كتير نعمة، وتشرب السوائل كلها، يلا هاي العجينة تقريبا خلصت، خليني بس كورها، هيك بنكورها، هيك بهذا الشكل شايفين، لحتى تختم العجينة، وبدي يدهنها بنقطة زيت، هاي العجينة بيريحوها مرتين، نحن هنموها عمل للكون طريقة سريعة، فهنريحها مرة واحدة، دغري هنقطعها نقرصها، ونصفها هون، وخلص نريحها، وبعدها عالشغل، تمام؟ كيف التقريص؟ فيكن تفردوها بشكل مطاول، وتقطعوها بالسكين دعبيل دعبيل، وفيكن دغري، خليني أقطع منها شأفة بس، شايفين من جواتها شو نعمة؟ تاخد العالف، هلأ، بمسكها هيك، وبقرس، هاي الطقريصة، شايفين حجمها، وبصفة، طبعا الصينية عليها طحين لشان ما تلزق، بنحاول نجيب الطقريصات تبعنا كلها تبعضها، وهلأ يا موالي بعد ما قرصنا هون هيك، طلعوا معنا 30 طقريصة، سوف يدعبولي صغيرة، بعطيها للونة العفية هي، ولاد الحارس، بجيب نايلونة، بحطها عليهم، أو بضغطوهم بستريتش، وفوق النايلونة بحط قماشة، ليش ما بحط القماشة على العجين دغري؟ بسحب سوائل من العجين، فبحط نايلونة فاصل بيناتهم، بحط هيك، وبحطهم بمكان دافي ومظلم، ما لي غير الفرن، السلام عليكم، خلونا ياهو نعمكن ساعة كاملة، وهلأ يا غوالي بنبلش بالحشوات، فقفولي على هالبسطة مع أحلاها، شايفين؟ هعملكم حشوات متعددة جداً كثيراً، أول شغلة اللي حنبلش نعملها اللي هي تجهيز لصوص بيتزا، بس صوص بيتزا سريع، مو متل ما بعملوا بالعادة، حتى اللي بعملوا بالعادة أساساً، كمان هداك سريع، عندي موية بندورة بحط عليها، يعني ربع معلات، هدولي بيطلعوا بندورة، مفرومين، مقشرين، نعمين، مطحونين، نص معلقة بودرة بصل، نص معلقة بودرة توم، هالمرة ما عم نستخدم فرش لأنه بدنا نساويه بشكل سريع، ونص معلقة أوريغانو، بس دي يطحن الأوريغانو بإيدي، ورشة ملح صغيرة، وبحرقن مع بعض، هدا صار معنا شو؟ سوص بيتزا، عالسريع، السريع، 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 أحسن ما نحط كتشاب يا غوالي، بتعرفوا بيحطوا كتشاب وبيساووا سوص بيتزا، كتشاب ما بيشتغل، هيك صار عالنا سوص بيتزا سريع، خلصنا منا، وهلأ بعد ما غسلنا الخضرة يا غوالي، بدي شعفة من الفلفلة الخضرة وشعفة من الفلفلة الحمرة، بسم الله، ومتل ما بتعرفوا بالسواريغ بيكونوا القطع هيك شمة يعني هيك منظر يعني، فنحنا ما هنكير كمان نكبرون، بس هيك تقريبا ست قطع هدولة بيكفوا زيادة اساسا، وبدي شقفة من الفلفلة الخضرة بأخدها من البطن من هون، وبشرحها هيك، وهلأ بدي أعمل الخلطة اللي جدا صعبة، حذروا شو هي، زعتر وزيت، بس، ما علاقة زعتر تبع أكل مقوبعة، زعتر أخضر طبعا أطيب شيء، ونص، وحط عليها شوية زيت زيتون، ما كتر ديها قوام سميك، ما مثل قوام المنائيش بيكون هون في سماكة، وخلطن مع بعض، تعايفين قديش صعبة هي الزعتر والزيت، هي أصعب تتبيلة الصراحة، وأطيب تتبيلة، وهلأ يا غوالي بدي أعمل شو؟ جبنة، جبنة اللي عم بستعملها مو أشياء وان بس فيكن تستعملوا أشياء، وانا بستعمل جبنة هيك مثل حلوم كتير طيبة، وظريفة ولطيفة، جبنة متحولة لي، كمان فيكن تستعملوا، خليني أفرم هاي الجبنة، وما لحطوا له أي شيء، إلا شغلة واحدة، وينها؟ حبة بركة، وهلأ يا غوالي شو بنا نساوي؟ أهم شغلة، الزتون بنا نساوي الزيتون، خليني أجيب زيتون أخضر، بسم الله، وبدي أقعد فقش فيه، تعرفوا تفقشوا زيتون ولا لا؟ ما هيعمل كمية كبيرة، كمية جداً صغيرة، أنتم فيكن جيبوا زيتون هذا الشرحات الأخضر كمان شغال يعني، عندي تقريباً يعني ما بعرف كم زيتونة فقشت يا غوالي، يعني في عشرين زيتونة فقشت، ما بيساوي كمية كبيرة لأنه بدي شكل يعني، بجيب محضرة الطعام، وبحطهم بقلبة، سأقول لكم ياهم بطريقة سريعة، وبجيب شوية فليفلة حمراء، وبحطهم بقلبة مات كترو، شايفة شايفة من كل شغلة، وشوية فليفلة خضرة، وشايفة جزرة، يعني نصف جزرة ايه، وبدي نصف ليمونة، بس بدي شرحها هيك لحتى شوف إذا فيه بقلبة بزر، لأنه بدي طلع البزر بيعطي مرارة، لأنه بدي استعملها كلها، هي والقشر تبعها، وباخده وبحطه فوقه، شو بيدي عنا؟ أوريغانو، نصف معلية أوريغانو، ونصف معلقة كذبرة يابسة، وفيكن تحطوا كذبرة خضرة، وبدي حط كمان عليهم يا غوالي زيت زتون، يعني قدر ثلاث معلقة أكل من زيت الزيتون، وهيك صارت أمورنا بالسليم، وهيك يا غوالي نسيان شغلة حطة عليهم، واللي هي أساسية بتعطيهم لون، معلقة صغيرة، بدي بس فليفلة، بس انتبهوا مو تساون بودرة أو حليب يعني لأ، بدي يكون في لون ملمس يعني، وهلأ منجيب أي قطية سندريلا موجودة عنا، هاي الحشوة رقم خمسة، لأنه عندي ثلاثين حبة، وكل ثلاثين تقسيم ستة بيطلعوا خمسة، خمس حشوات، يعني من كل حشوة هعمل ست حبات، شو بناها أحلى من هيك؟ منها حلوين يعني، بسم الله، خلينا نبرش المرتديلا، المرتديلا ما بدها شي، مناخدها، منحطها هون بالزبدية، ومنحط اللحزر وشو؟ شوية كاتشاب، ولا أطيب منه مع المرتديلا عمسؤوليتي، ومنعجنن، وهلأ صار عنا البيتزا وحباشاتا، والزعتر، وخلطة الزيتون، والجبنة، والسندريلا يا غوالي، وهلأ خلينا نطلع العجينة طبعنا من التخمير، بسم الله، أول شي، منشوف شو وضعها، أربو لألكم، هم؟ بسم الله، ايه، شوفوا 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 ما أحلاها شايفين، تاخد العل، دهب، شغلة دهب، خلينا نسكر عليها، ونبلش بقى نشتغل بالحشوات، ناولونا صواني الفرن بالله من هناك، هم؟ بسم الله، وهي الصينيتين، طبعات الفرن، أول صينية، منجيبها، مندهن عليها شوية زيت، وممكن تحطوا ورق زبدة كمان بيصير، بس شوية زيت هيك، ومندهنن، وهلأ يا غوالي، مننبلش نشتغل، بسم الله، هم؟ مناخد وحدة، شايفين ما أحلاها، تاخد العل ملمسة بجنن، ومنسكر، ليش؟ مشان ما تنشف العجينة، مناخد ومنسكر، مناخد ومنرجع، ليش؟ شان ما نعلق مع الجماعة ويزعلوا مننا، هلأ شو اللي حنساوي، ما حنستخدم شوبك، بس الإيدين، ولا أي شي تاني، هم؟ طبعاً لطبقة الطحين اللي عليها محطوطة لتحد، هم؟ هلأ هيك، فرتها بحجم مناسب ومنح، خليت سماكات عالدائر، هلأ، شو بدي بلش؟ خنيها نبلش لنفرض بالزيتون، هاي معلقة وشوي، هم؟ هلأ باخد هيك وبسكر، بسم الله، إذا ما سكتها بيدي أحسن، طبعاً بدي سكر، ما بدي دخل حشوة، أنا وعم سكر، هم؟ هذا الطحين من النفضة أساساً من عليها، بعدين بعمل هيك، وبسكرها من هون، وبساوية شكل دائري، هيك بهذا الشكل، شايفين ما أحلاها؟ وبحطها بالصينية، بسم الله، هم؟ هاي ساوينا ستة زيتون، وختمناهن مظبوط، وشغل عمق أبراتب، أول شي، نفرض الحبة بنفس الطريقة، ونجيب المرتديلة، ناخد أدار معلقة، نحطها هون بالنص، هيك، بعموها لأنه هي فيها عجين منيح، هي مشكلة السوارة، إنه فيها عجين منيح، نحن أعملوا، شوفوا، طلعوا، هيك، شايفين، وهيك، خلي المرتديلة جوا، نحاول هون ما بنخلي الفتحة كبيرة، بتطلع معنا بهذا الشكل، ومنصفها بالصينية مع أخواتها، بشو مبلش يا غواري؟ بشو بتنصحونا مبلش؟ نبلش بالجبنة ما، يلا خلينا نساوي الجبنة، شوفوا بس كيف عم بفردها شوي بشكل طولي، وعم بعمل لها حراف، بس باخدها، وبعمل لها هيك، هذا الشكل، شايفين؟ وعملت لها هيك أحراف، وهذا الشكل، هلأ باخر الجبنة، يلي فيها حبة بركة، وبحطها هون، وبضغطها شوي بيدي، ليش بضغطها بيدي؟ من شان ما تطلع لبرا، وهذا الحرف بيكون أعلى من الجبنة، هي هدول الحراف، شايفين، أعلى من الجبنة، مثل العين شكلها، هيك يعني، هم؟ وبضغط الجبنة شوي لجوها، مشان ما تطلع وتفور لبرا، وهلأ يا غوالي، هاي الصينية صارت جاهزة معنا، بس بقيان هون، ندهن لنا هيك شي شغلة، ونشكلس لهم أمورهم، وبعدها على الفرن، بس هلأ ما باخدها على الفرن، هلأ باخدها وبحطها هون جنب الفرن، بخلي العجين يرتاح شوي، ما بديها يختمر وينفوش كثير، بس يرتاح، يعني هيك يرتاح له ربع ساعة بينما ساوي الصينية التانية، وبهذا الوقت هشغل الفرن تبعي، على حرارة 220 فوق وتحت، وبدهن الصينية التانية تبعي كمان بالزيت، وببلش اشتغل بقى بالبيتزا والزعتر، هدولة شغلون أهين على المفتوح يعني، عرفتوا شلون، ما مثل الشغل التاني، أول شي خليني اشتغل بالبيتزا، حط القطعة هون هيك، دغري بقلب الصينية، وافردها، بس البيتزا للسواري بتكون سميكة، فقا ما برقي العجينة كتير، بس بعملها حراف، هاي واحدة، بنا ما نكتر، حاسون أنا شوي كتار، المشكلة أنا بحب هيك، يعني ادعم الشغلة، بس في شغلات ما في مجال يعني، صح بيأسا، حتى لو طلعت شوي لبرة ما بيأسر، المهم تكون مدعومة وامورة بالسليم، وهي حبة فليفلة، وهيك يا غوالي، البيتزا للسواري صارت شو جاهزة، خلين ندقل للزعتر، شوفوا شلون هنعملوا، بيروسوا لأصابع، نعجينة، حلاوتها مرتاحة، وشغلة سهل، هلأ فيني اخدوا، اشتغلوا هون، وفيني اشتغلوا هون، ها، شوفوا، نعملوا هيك مثل، الأرصات، هلأ باخدوا لهون، وهون شو بساوي، شوفوا، بعمل هيك بيروس أصابعي، ليش؟ مشان ما تنفوش العجينة، ويطلع الزعتر لبرة، أو بشوكة، وبعدها بجيب الزعتر، وباخد معلقة منه، وبحطوا هون، وتحطوا شمة، ادعموها، وهلأ يا غوالي خلينا نحط أول صينية اللي ارتاحت، بسم الله، تحطها ضمن نص، هاي، وما بتاخد وقت كتير، أهم شغلة يكون الفرن طبعا الحامل، مشان ما تنشف العجينة والضلوة الطويل بقلب الفرن، كل ما كان حامل الفرن، كل ما بتاخده نتيجة أحسن وأظرف، تقريبا مايادو بتاخد لعشر دقائق، اتنعشر دقائق، خير حط بريق الشاي، ما هيك؟ خير حط بريق الشاي، يلا. اييييه، على هل الصواريهات هدول، يا ويلي، يا ويلي. وأدامك يا غوالي، ثلاثين حبة الصواريه، شغلة응 راتب لهون، مع كاسات شاي، أكارك عجهم. شو مبلش يا غوالي؟ مبلش بهالبيت زايات الحلوين الأكابر، ولا بها الزعترات شوفوا الطراوي شوفوا يا ويلي الطراوي يا قلبي انا ولا نجي لهون ونضربنا واحدة زيتون شوفوا اش طرية شايفين هوا هوا ولا شوية سندريلا ولا عليها الجبنة بمشقيتون ومو سالع حدا شو بتنصحون يبلش؟ معلش راح بلش بالجبنة هي صحيحة السوالة شوية كبيرة بس انا الصراحة هيك بحبها ما بحبها يقدي اللقمة شوفوا احلى ها شوف 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 ليش هيك؟ لك ليش هيك؟ هاي قمة الاحراج يا غوالي شوفوا لي العجينة من جوا شلون؟ بتاخد العقل الطرية هاي لوين؟ على المادة دايريكت ايه بدي يزلغط على هالعجينة خرافية هاي حتى بالمحلات مرتلاقوا من الاخير عم بعطيكم فيه انواع من العجين بتاكلها بتتدايق تحس هيك تقيلة على المادة هاي خفيفة متل الهواء رواء يعني وهلا خلينا نتحول لوين؟ على الزيتون شوفوا لي اللون تحت ما أحلى وبياخد العقل بسم الله شوفوا شوفوا حشوة الزيتون شوفوا الطراوية غالي شايف؟ شوف حشوة الزيتون الخرافية بسم الله هاي الزيتون هي الرابح معنا اليوم على الأغلب مو طبيعية اني اترك هذا النص وانتهي لشي تاني صعبة الصراحة ديكملها كتير طيبة وعندك واحد بيزا على المادة يا غوالي بدي تعطوني واحدة الله يبارك له غير شكل وهيك يا غوالي متل العادة ازعجتكم الوصفة شاكل سونا الأمور يا بي كان معكم شايف عمار سلام اخدون بيعون عراس الحارة اديش بيع الوحدة اكتبوا لنا تحت التعليقات شو بتسوا هل اياه موسيقى حبايب القلب اذا حبيتوا الحلقة مد ايدك يا غالي وهون في زر اشتراك كأني انا شايفه من هون في اسلية وبشقيتها بمشقيته في جرس كباس عليه بيرن لا ما بيرن بس بيصير يصلاك اشعار كل ما تنزل حلقة من برنامجي برنامج ما اكل هنا على قناة التلفزيون الان سلامات يا روالي